دكتور محمد زين العبدين رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالمنظمة أهلاً وسهلاً بحضرتك وبتهيلي دي فرصة أسأل حضرتك عن يعني ما هو الجديد في السياسات الثقافية في المنظمة هذا التوجه الجديد لمنظمة إيساسكو أنها تعتمد الثقافة كمنطلق لتنمية الأشاملة بسفاعة عامة والمستدامة ومن هذا الاعتبار الثقافة أصبحت مؤشرة أصبحت هدف تنمي أصبحت اقتصاد رقمي كذلك اقتصاد تضامني واجتماعي كذلك أصبحت صناعات إبداعية أصبحت سياحة مستدامة أصبحت مهن وحرف يعني جملة من الاعتبارات التي تطور المجتمعات من حيث اقتصادها ولكن من حيث رمزياتها كذلك مع المعول على التراث السياسة المنظمة الجديدة مع قدومها مع المنظمة العام سلم المالك كانت هذه يعني كيف يمكن أن نجعل هذا المنطلق من الثقافة لكي لا تكون اشترار وتكرار لمفاهيم قديمة وربما اعتبار طبعا هناك الفن ولكن هناك اعتبار لما هو موجود خاصة في العالم العالم المتقدم الذي نستأنس به هذا المثال لتطوير المجتمعات الإسلامية نعطيك بعض الأمثلة يعني ماذا قدمنا في الفترة الأخيرة في الأربع سنوات التي جاء فيها وحصل فيها تغيير ماذا قدمتم من جديد؟ أولا اشتغال على مفهوم المؤشر الثقافي المؤشر الثقافي بما فيه نتج داخل الخام يعني ونتج الوطني الخام هذا مهم جدا باعتبار الثقافة كذلك يعني مورد من موارد الغناء والمورد من موارد التنمية من موارد الاقتصاد مورد من موارد كذلك يعني الاقتصاد والتنمية المستدامة بسببها عم اشتغلنا مع طبعا خبراء على تحديد مؤشر الإيساسكو للتنمية الثقافية لكي لا نبقى أما في استعمالات واشترار اللوسي ديو أو اللونيسكو أو اللوييف أو يعني ظبرنا أن هناك يعني جهد لابد من القيم به لتطوير يعني السياسات الثقافية في العلم من خلال يعني مساهمة هذه المنظمة منظمة الإيساسكو في الموضوع اشتغلنا كذلك لما لأن معظمنا أنا شخصيا كنت وزير في تونس ووزير شؤون الثقافية وكنت كذلك يعني مسؤول عن برامج في اليونسكو منذ يعني اشتغلنا على ما كان يوجد في اليونسكو لكن أردنا أن ربما نقدم أشياء لم تبادر بها اليونسكو أو ربما في بعض الأحيان لم تقدر على أنها تفرض هذه منها تخصيص يعني هدف من هدف المتنم المستدامة لهما 17 للثقافة كانت الثقافة هي يعني وكأنها يعني أفوقية تخصيص بمعنى تخصيص أموال مثلا لا جعل هناك هدف يعني للتنم المستدامة خاص بالثقافة يعني الثقافة والصناعات الإبداعية بصناعة عام هنا والتراث طبعا كمعطة من المعطاية المهمة لله هنا اشتغلنا على هذا الهدف الثامن عشر لتفعيله يعني كذلك من خلال مؤشرات وتفعيله في السياق الاقتصادي والصناعي والتنموي العام يعني وهذا لم يكن بالسهل لأن لابد من أولا الاشتغال على الدول الموجودة والأعضاء الموجودة بالمنظمة الإيسيسكو اشتغال معها وتبني هذا الموضوع لكي يكون من أولويات هذه الدول لأن مثلا المملكة العربية السعودية تعتبر أن الثقافة حقيقة رصيد مهم جدا في تطوير وهذا يعني اعتبار جديد ومتجدد في سياساتها التنموية فما بعض الدول الأفريقية احنا عنا تثمنات أفريقيا وآسيا والمنظمة العربية فما بعض الدول الأفريقية ليست لها الإمكانيات ربما في هذا ولهذا احنا نقوم بما يمكن أن نقوم به لتأثير هذه الدول الأفريقية للسند وكذلك للدعم وخاصة التأثير والمرافقة في مستوى سياسات الثقافية فما برنامج الثالث وهو برنامج ما يسمى بالحقوق الثقافية يعني هذه مبادئة حقوق الثقافية للمواطن للمواطن yani الحقوق المواطنية للثقافة المواطن هنا بمعنى الواسع يعني ليس فقط المواطن الموجود في دولة مغرب مثلا أو في ماليزيا أو في أندونيسيا أو في أذربيجان أو أزباكستان أو في العربية سعودية أو في تونس كيف تدعمون هكذا كان الحقوق الثقافية المبدأ المتحدة هو الحضور الميداني العمل التطبيقي لا يمكن أن نبقى فقط في مستوى النظريات يعني ننطلق في مستوى ما يمكن أن نطبيقها على الأرض الوقت هذه المبادرة الإيساسكو بالنسبة للحقوق الثقافية هي التمكين الدول هذه في مستوى الفئات من التنشئ الثقافية من التربية الثقافية من التعليم الثقافي من البحث الثقافي ونحن كذلك في مستوى الفنون في مستوى التراث المهن والحرف كل ما يمكن أن تعطيه الإيساسكو وترافق من خلاله يعني هذه الدول في مستوى الحقوق الثقافية بما فيها الحق في التراث الحق في الذاكرة الحق يعني في الكيان يعني الحق في التراث بمعنى بحق مثلاً وهذا كذلك من مبادرة معالي المدير العام سلم المالك يعني أحدث مركز مفام المركز مركز التراث العالمي في اليونسكو ولكن لم يكن هناك مركز التراث في العالم الإسلامي أنا أحدث من ثلاثة سنوات هذا المركز في الإيساسكو لماذا؟ لتسجيل هذا التراث للعالم الإسلامي اللي هو 17 فقط مسجل في اليونسكو ولهذا لابد أن يكون فما تمشي من الإيساسكو لتسجيل هذا التراث ومعنا تتجاه هذه الدورات؟ هو أولاً أبقاه يعني أولاً رقمنته الأرشيفة متاعه ثالثاً هو التكوين حوله تكوين المهارات وبناء القدرات حوله كذلك يعني نقوم بدورات تكوين بالنسبة للأثاريين في المتاحف في المواقع في المعالم يعني خذ التراث واستثماره أيضاً ربي فضلك يعني الأهم بالنسبة لنا كيف يمكن أن نسجل هذا ليبقى ونحافظ عليه ولكن هذا كان نغيبنا يعني سياسة كاملة لتسمين هذا التراث ما يعني هذا التراث؟ هو استغلال هذا التراث مثلاً في متاحف أو مواقع كذلك هناك إقامة مهرجانات هناك إقامة كذلك أسواق للتراث هناك يعني أشياء عديدة جداً مسالك مسالك سياحية للتراث السياحي أو التراث التظاهرات الذي عنده علاقة بما يسمى بالسياحة سياحة التظاهرات الكبرى التي تقع في مواقع كبرى أو التي تقع في علامات التي تكون وقامات ومقامات تراثية هي تعطي الله دليل ما معنتها؟ ولهذا السياسة الثقافية أنا لحظت لما كنت كذلك في تونس في الحكومة المنطق بصفة عامة حول الثقافة يبقى منطق نظري ونعتبر أن الثقافة وكأنها في هامش أو على هامش وخارج هذا السياق فدخلتوا إلى هذا الميدان بشكل عامل بالضبط وهذه هي رأي رؤية مع المدير العام سلم الملك وخاصة توجه الجديد للإيساسكو أولاً لكي تضاهي المنظمات الدولية لكي تشتغي على الأشياء يمكن أن نثمنها حقيقة في تطوير الواقع المعيشي للشعوب ثم تطوير الإنسان بصفة عامة مهاراته ذكاه قدرته على البيان قدرته على التصور قدرته على الأبداع وكانت تسمح لي في هذا السياق هذا كذلك أحدثنا هياكل يعني جديدة هي سينك تانك دولي فيه وزراء وسوفراء وفنانين وباحثين وإعلاميين اسمه الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم وهو سينك تانك في مستوى النظري والمفاهيمي ويعطي حقيقتنا الدليل ومعنا يعني حول يعني هو في الحقيقة عمل تشاركي ولكنا مبعضنا لتطوير الثقافة عنا كذلك المركز مركز الإساسكو الدولي للسياسات الشاملة من أجل تطوير الواقع الثقافي نشتغلنا على السياسات الثقافية ولكن ليس من بعدها النظري ولكن تطبيقي ثم يعني أحدثنا كذلك شيء جميل هو المحظنة المحظنة ثقافية لتنشئة ومرافقة مئة مشروع لشاب يريد أن يتأصل ويكون عنده كذلك هذا الوازع الثقافي في مستوى بناء صناعات الثقافية بصفة العامة والأبداعية وصناعات الرقمية بالتوفيق إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة